موسيقى طيب عندي ثلاث موضوعات مهمة جدا ولازم نتكلم فيهم بتفاصيل اول حاجة النهاردة موقع بطولات نشر تصرحات لفيتر بيريرا البرتغالي رئيس لجنة الحكام قال كلام على فكرة يمكن بيأكد اللي انا قلته هنا على شاشة قناة الالي من حوالي يومين ثلاثة فاكرين لما اتحاد الكورة او قبل ما نقول فاكرين تعالوا نشوف النهاردة بطولات نشر ايه بيريرا في تصرحات لموقع بطولات والكلام على عوضة موقع بطولات قدامكم على الشاشة هو ده اللي منشور النهاردة على موقع بطولات وحسابها الرسم وتصرحات خاصة ليهم لم اوافق على تعيين الطاقم الاسباني لمباراة القمة رأيي كما هو ولن يتغير لابد من وجود الحكام المصريين في كل المباراة المحلية الكبرى سازل ادافع عن من اجل الحكام المصريين هم الاجدر بالتواجد في المباراة الهم انا طبعا بقيت كلامه ان الدفاع عن الحكام المصريين وتواجدهم في المباراة الهم ولكن تصرحاته دي بتأكد اللي انا قلت لحضراتكم من حوالي يومين لما قلتلكم لاتحاد الكورة على طول نشر قبل معادل مباراة 48 ساعة اسماء الطاقم التحكيم الاسباني اللي هيدير مباراة القمة والناس كانت مستغربة وافتقروا وقتها ان الاتحاد نشر ده عشان بس يأكد للناس ان فيه مباراة بغض النظر عن موقف الزمالك وانا قلتلكم القصة مكادش كده بريرة يوم الحد بعت على السيستم تعيين محمد فاروق في سيستم كده الالكتروني لاختيار الحكام وتعيين حكام المباراة بعت انا قلت مين بعت لا محمد فاروق ايب رئيس اللجنة بعت على السيستم تعيين محمد معروف لإدارة مباراة القمة بين الاهل والزمالك انا يمكن عشان محمد فاروق في اللجنة وطبعا فاروق دلوقتي مناش علاقة بالتعيينات بريرة اللي بيعين فالموضوع اختلط عليها شوية ولكن بريرة بعت على السيستم تعيين محمد معروف لمباراة الاهل والزمالك النهاردة هو بريرة في تصرحات خاصة على موقع بطولات بيقول فيها لم اوافق وكلا بد من تعيين حكام مصريين وهو بالفعل حط محمد معروف لإدارة اللقاء ولكن الاتحاد لما عارف فرح بسرعة يوم الحد بدري فده موقف بريرة ولكن دل المرة التانية كل ما راجل يكون عايز يعمل حاجة اللي اتحاد بيعمل عكسها فهل ده مؤشر وده برضو طرحته قلته من 3-4 تيام من بعد مرجانة على طول من نجاسة العيد هل بريرة فيه قرارها يتاخد فيه خلال قلت خلال ساعات نهاية الاسبوع الشهر اللي جاي فيه قرار فيه قرار هل القرار هيكون برحيله لان دلوقتي دل المرة التانية راجل بيتمسك بحاجة والاتحاد بيعمل حاجة تانية حصلت فيه هاكس مصر وحصلت دلوقتي فيه مباراة القمة اللي انسحب منها نادي الزمالك ده واحد شكرا للمشاهدة